الوصول إلى الغاية والهدف بعد تحقيق أهداف المؤسسة من خلال الإبداع والابتكار والعمل كفريق واحد هو أبرز محتوى المؤتمر السنوي في التفكير الإبداعي لتطوير القيادة والإدارة حيث ركز على حل المشاكل القيادية واتخاذ القرارات الصعبة أثناء الأزمات وكيفية إدارة فريق العمل من خلال برنامج عنونا بالعودة للوطن هذا المؤتمر من خلال أوراق العمل ومن خلال نخبة المتحدثين من الخبراء الدوليين والمحليين والأقليمين على مستوى دول خليج أيضا سيثرون من خلال خبراتهم من خلال أوراق عملهم بمجموعة من التجارب للمشاركين للاستفادة منها إن شاء الله في حياتهم العملية وفي خلق جيل جديد من القيادات وهذا ما نسعى إليه هدف المؤتمر إلى تعريف المشاركين بكيفية قيام فريق العمل والتفكير بعقلية الرئيس التنفيذي أو من في حكمه وذلك من خلال برنامج يحاكي كيفية أن تعود المؤسسات لطبيعتها في تحقيق أهدافها بعدما عصفت بها مجموعة من التحديات مؤتمر اليوم مؤتمر مهم جدا لأن العالم يعيش مرحلات تحديات كبيرة جدا يسمونها الفوكاورد يعني عالم متقلب قير مستقر معقد وقامض وبالتالي تحتاج إلى قياديين مختلفين الإحصائيات تشير أنه بالحلول 2030 تقريبا معظم القيادين رحلون من فئة الشباب لعمارهم من مواليد 81 وأكثر المؤتمر تضمن محاضرات وجلسات بعناوين عدة منها رحلة المحاكاة واستخلاص المعلومات عنها وقيادة المستقبل والطريق إلى الأمام والموجة الأولى للثورة البشرية ومحطة الوصول المؤتمر قدم مفهوما عن القيادة الحديثة وركز على شرح كيفية تطوير جيل جديد من القادة من خلال مجموعة من أساليب المحاكاة التجريبية إلى جانب المحاضرات النظرية إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقب